ليه النرجسي بيرقبك ودايما عينه عليك ومش بيطلعك من دماغه وليه بيطردك دايما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد على قناتنا ان شاء الله بازن الله يعجبكم النرجسي دايما بيشوفك على مواقع التواصل الاجتماعي ودايما متابع نشاطاتك لكن ليه هو بيعمل كده في الفيديو ده ان شاء الله هنجاوب على الاسئلة دي عايزين نعرف اصلا يعني ايه النرجسي بيرقبك او بيبص عليك من بعيد في وقت من الاوقات بتلاقي ان النرجسي زي اللي بيرقبك كده او بيشوفك بتعمل ايه هو اللي بيحصل ده بيكون بيتم مع كل العلاقات النرجسية لكن النرجسيين عموما عندهم ميل انهم يعملوا الكلام ده بيحب النرجسي دايما يشوف ضحاياه بيعملوا ايه وحلهم عامل ازاي من بعده النرجسي عنده مشكلة في ارتباطه بيك اصلا ما بيعرفش يرتبط او يعمل علاقة بالشكل الصحيح او بشكل طبيعي كمان لما بيجي انفصل ما بيعرفش برضو يعمل ده او ما بقدرش يعمله بالطريقة الصحيحة علشان كده اسلوب التعلق بالطريقة اللي بيتعامله معاك بيها بتمثل مشكلة كبيرة جدا عند النرجسي النرجسي بيحب يشوفك من بعيد وبرقبك وعايز دايما يعرف انت بتعمل ايه بالزبط ويحب يتابعك ويشوف يا ترى انت كويس ولا حزين هل حياتك بقت احسن ولا بتعاني من خسارة العلاقة مع النرجسي ودايما النرجسي بيسأل نفس السؤال ده يا ترى هو او هي عامل ايه عامل ايه من غيري هو طبعا مش هيسألك لان مفيش علاقة بينكم في الوقت الحالي لكن كل اللي هيقدر يعمله انه هو يشوفك على مواقع التواصل وكمان ممكن يسأل احد بقى قروضه الطائرة عن اخبارك ولكن هو في الغالب النرجسي بيعمل ده من غير ما حد يحس به ولا انت كمان هتحس به علشان كده الطريقة المفضلة للنرجسي عشان يرقبك بيها هي وسائل التواصل الاجتماعي دايما هيتابع صفحتك على الفيسبوك وبيشوف منشوراتك بتعبر عن ايه سعادة ولا حزن نجاح ولا فشل كمان حالات الواتساب اكيد بيشوفها وبيعرف منها حالك عامل ازاي السبب لان النرجسي بيعمل كده هو انه بيبقى هيموت ويعرف انت عامل ايه من غيره او بعد انتهاء العلاقة قطع العلاقة يعني او في تأثير من قطع العلاقة بينك وبينه ولا انت بقيت احسن فعلا عايزي شوف ارتبطت بحد جديد وبدأت علاقة مع حد تاني ولا لسه خصوصا مقارنة علاقة الضحية الجديدة بعلاقته السابقة يعني هي افضل ولا احسن ولا لأ كمان النرجسي لما بيرقبك بعد العلاقة بيشوفك هل من الممكن انه يستعيدك مرة تانية للعلاقة ولا انت كده خلاص ما بقاش ينفع معاك الكلام ده بيقدر النرجسي يحدد كل ده من مرأبته ليك ورؤية تصرفاتك وتفاعلاتك بيشوف هل الضحية بالفعل التعافت من علاقتها به ولا فيه امل من انه ممكن يحتفظ بالامداد ده الامداد اللي كان بيحصل عليه منها برضو بيشوف النرجسي هل فيه فرصة لانه يحاول يستعيدك مرة تانية هو ده اللي بيدور في عقل النرجسي وهو ده اللي بيدور على النرجسي عشان كده لازم تكون حذر جدا من نشاطك وتفاعلاتك خصوصا على الانترنت وبيقدر يحدد به اذا كنت قابل للاستعادة ولا لا خلي بالك كويس من المعلومات اللي ممكن يعرفوها عنك عن طريق منشوراتك على الفيسبوك مثلا وخلي بالك طبعا انك حتى لو كنت عملت له حذر فهو اكيد هيرقبك من حساب تاني يعني انت مش بعيد عن عين النرجسي ابدا النرجسي عنده حسابات مزافة كتير علشان يقدر يستخدمها في الوقات اللي زي دي حاول تخلي بالك كويس قوي من خصوصيتك بانك لو حسيت ان فيه حساب معين انت شاكك فيه اكيد الحظر هيكون اسلم حل في الحالة دي علشان تحاول على قد ما تقدر تبعد عن مراقبة النرجسي ديك طبيعة النرجسي انه بيحب يعرف ايه اللي بيحصل في حياة الناس علشان الكلام ده له علاقة خوية جدا بالطريقة اللي بيحتاج يعرف بيها معلومات عاطفية مثلا عن الناس دي لان اكتر حاجة بتهم النرجسي في اللي بيعرفهم او بيرقبهم معلوماتهم العاطفية لان هي دي اللي بيشتغل بيشتغل عليها النرجسي هو ده اللي بيشغل نفسه بيها بيشتغل على عاطفك وبيستغل لها لمصلحته على فكرة النرجسي بيعمل دعا حتى لو كان دخل في علاقات جديدة او حصل على امداد جديد حتى لو كان اتجاوز مرة تانية وبقى عنده اولاد وكمان يعني حياة جديدة تماما لكن قلنا قبل كده ان النرجسي ما بيتركش ضحيته بسهولة وممكن نقول انهم لا يتركها ابدا وما بيطلعاش من دماغه حتى لو انفصلهم عن بعض وتم قطع العلاقة تماما بيفضل يحوم حواليها كده ويعرف اخبارها ويشوف هي عاملة ايه حزينة ولا سعيدة وعملت ايه في حياتها من غيره من الاسباب برضو اللي بتخلي النرجسي يرقبك حتى لو كان في علاقة جديدة في حياته انه يكون بدأ يشعر بالملل من العلاقة اللي هو فيها دي عايز يحس انه هو قادر على انه يستعيدك لما يرقبك وبيشوف انك ممكن تستجيب لو حاول اعادة التواصل معك ولا لا النرجسي ممكن يكون محتاج للامداد الخاص بيك اللي اتحرم منه بقطع العلاقة معك الامداد ده اللي النرجسي اللي يمكن يتخلى عنه ابدا او بسهولة الموضوع في الحالة دي متوقف عليك انت وعلى مدى استعدادك لانه تتجاوب معه او تتفاعل مع محاولاته انه يقرب منك مرة تانية من اهم الحاجات اللي لازم تعرفها ان النرجسي لما بيحاول يتواصل معك مرة تانية بيكون مش عشان ندمان انكو سبته بعض او انه تغير وعايز يرجعلك بجد لا هو بيكون عاوز حاجة معينة منك زي الامداد والغذاء اللي هو متعود عليه منك ايا كان شكله بقى ايا كان نوعه هو تفتكر لحظة واحدة ان النرجسي ممكن يتغير او انه يندم على تصرفاته معك عودة النرجسي ليك معناها محاولة جديدة لتدميرك والانتقام منك بشكل افضل من المرة اللي فاتت ومش هيكرر طبعا الغلطة اللي عملها في المحاولة اللي فاتت المرة ده هيعملها وهينتقم منك بطريقة صحة لانه عارف الخطأ اللي هو وقع فيه قبل كده وهيصلحه عشان ما يديكش فرصة خالص انك تفلت من ايده يبقى النرجسي بيرقبك وبيبص عليك من بعيد لانه محتاج لك ومحتاج لامداداتك له النرجسي مش هيمل من انه يحاول يحصل عليك مرة تانية النرجسي في محاولاته دي بيكون منتظر منك اي رد فعل حتى لو رفضته او رديت برسالة بترفض فيها وجوده او عودته ده بيدي له امل ان المرة الجاية هيحصل لان محاولات النرجسي في استعدتك ما بتنتهيش النرجسي باللي بيعمله ده بيبقى محتاج يحس انه لسه له تأثير عليك وانه مازال فيه اهتمام منك به النرجسي ما بيعرفش يرتبط بطريقة طبيعية وكمان ما بيعرفش ينفصل بطريقة طبيعية علشان كده هو بيبقى دايما عايز يحس انه لسه محل الاهتمام ولو بسيط مجرد احساسه انك بدأت تفكر فيه مرة تانية هيكون بالنسبة له انت صار كبير جدا لان انت كده في طريقك للعودة مرة تانية له النرجسي اللي بيعمله ده بيحس انه مازال مسيطر عليك وانه مازال بيتحكم وانه لسه بيقدر يدير اللعبة بطريقته هو متأكد انك في يوم من الايام كنت مغرم بيه ووقع في حبه طبعا ومبهور بيه بشكل اسطوري وعارف ان الابهار اللي كنت فيه ده مش هيروح بالسهولة ولا بالسهولة ولا بالسرعة دي النرجسي عنده تأكيد ان مهما بعد عنك او انت سبته مسيرك ترجع له تاني ومسيرك تصدق كلامه وكذيبه اللي بيقولها لك النرجسي يستخدم اي طريقة او اسلوب لمرأبتك مهما كان سري او بعلم حد انت لما قطعت علاقتك بالنرجسي كان علشان عرفت ان هو شخص عنده اضطراب في الشخصية واكيد عندك القدر الكافي دلوقتي من المعلومة اللي بتعرفك هو بيعمل ايه معاك او متوقع هو ممكن يعمل معاك ايه انت تقدر تتجنب كل الموضوع ده بانك ما تشغلش بالك بيه اساسا ولا تسمع لأي كلام او اي حاجة بيبعتها لك عن طريق اي حد من قروض الطائرة او عن طريق رسائله ليك خليك متأكد وعارف انك هيفضل يطردك ويرقبك من بعيد على امل ان انت اللي تتجاوب معاك هو مش هيقدر يعمل اي خطوة غير لو لقى منك اي استجابة او استعداد خلي بالك من تصرفاتك ومن كلامك كويس اوي لان ده اللي بيخلي النرجسي ياخد خطوات تانية في محاولات استعدتك مرة تانية وارجعك للعلاقة واستنزافك مرة تانية انا عارف ان الموضوع انك تحس ان حد مرقبك او بطاردك ده حاجة مقلقة ومش مريحة وممكن تخوف ناس كتير لكن الموضوع بسيط جدا يا جماعة وسهل التعامل معاه بعدم الاهتمام به تماما اذا كانت المطاردات عن طريق وسائل التواصل بطريقة فيها نوع من التشهير او التخويف اللي هو اللي بيبقى صريح يعني ممكن تسجل كل الكلام دوت وكل التصرفات دي بالتواريخ وتقدر تاخد كمان اجراء قانوني مفيش منع ابدا من كده طالما ده هيوقف احساس الخوف اللي عندك اهم شيء في المرحلة دي انك تحاول تسيطر على نفسك تماما وتخليك متحكم في تصرفاتك وفي تفاعلاتك ولازم تعرف ان النرجسي في الوقت ده ملوش اي سلطة ولا سيطرة عليك غير لو انت اللي اظهرت تجاوب او استعداد لكده لازم تعرف انك خلاص وقفت النرجسي عند حده وقفت اقساليه بالتلاعب والخداع بتاعته وانتصرت عليها على فكرة اوعى تظهر للنرجسي اي خوف الخوف ده هو اللي بيخليه يقدر يتحكم فيك ويسيطر عليك عيش حياتك بشكل طبيعي جدا ولازم النرجسي يعرف انك بقيت فعلا احسن من غيره وانت فعلا بالفعل انتصرت عليه لما قدرت تخرج من سيطرته وتحررت من اساءاته ليك اتمنى الفيديو يكون ادى لك فكرة عن ازاي تواجه مراقبة النرجسي ليك وازاي تتعامل مع المرحلة دي بالذات وان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية في فيديو جديد وحلقة جديدة وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته